أعرض عدد من أصحاب السعادة والوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة بأن ميثاق العمل الوطني أرسى دعائم نهضة الدولة الحديثة ووضع المواطن في أولوياته كما عكس مدى وعيه ونضجه وثقافته الفكرية والديمقراطية بناسبة الاحتفال بميثاق العمل الوطني يسعدني ويشرفني بالنيابة عن جميع متسبي وزارة التربية والتعليم أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه هذا الميثاق يشكل محطة مهمة في تاريخ مملكة البحرين ويعبر عن محبة قائد لشعبه والدليل أن هناك كثير من الأمور تغيرت بعد الميثاق وكثير من القوانين والتشريعات أتت بعد الميثاق فبالتالي نحن في وزارة التربية والتعليم نعمل بشكل مستمر مسترشدين بالقوانين وأيضا ما جاء قبل ذلك في الميثاق والدستور ومنصة عليه الدستور هذا التطور والتقدم في الخدمات الصحية التي تقدمها مملكة البحرين وحصلت على كثير من الإشادات والجوائز خلال السنوات الماضية بحيث أنها عززت من موقفنا كدولة من خلال الميثاق ومن خلال رؤية جلالة الملك للإصلاح والتطور في المملكة البحرين ميثاق العمل الوطني الذي أسس إلى الكثير من الممارسات الديمقراطية والدستورية وأسس الحوكمة في عمل الوزارة وتقديم المشورة من قبل السلطة التشريعية وأيضا الرقابية وكذلك التواصل مع المواطنين من خلال الأعضاء الممثلين لهم في المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة هناك تحسس مباشر إلى حاجة المواطنين وإلى تطلعاتهم والتي تترجم من خلال هذا التواصل إلى مبادرات وإلى برامج عمل تترجم إلى مشاريع وهذه المشاريع التي يتم تنفيذها في كافة أرجاء المملكة هذه الذكرى التي تمر على المملكتنا العزيزة ونستذكر فيها بكل فخر ما حقق هذا الميثاق من إجماع شعبي منقطع النظير أطلق سقف الحريات وأطلق سقف المجارات التنموية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الخدمات والبنية التحتية شهرت مملكة البحرين نقلة نوعية في مجال توفير بنية التحتية داعمة لاتثمار العمراني وجهود الجزارات والجهات الحكومية تضاعفت وما نشهده اليوم من تقدم على مستوى خدمات البنية التحتية وضع مملكة البحرين في مصاف الدول متقدمة والعصرية مثاق العمل الوطني جاء بحكمة ورؤية سديدة لسيدي حضر الصحب الجلال الملك مفدح بظل الله ورعاه وهو أسس لمرحلة جديدة ومتميزة من تاريخ البحرين مثاق العمل الوطني جعل التحول الديمقراطي والمشاركة والشراكة السياسية في مملكة البحرين واقع نعيشة وأسس لمراحل متقدمة ومتطورة بالنسبة للجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين انطلقت من خلالها العديد من المبادرات واللي اليوم نعيشها واقع ينعكس بشكل إيجابي على الوطن وجميع المواطنين